اشتركوا في القناة عشرين ثناثين للعالم هو مجرد تاريخ ولنا إحنا كسعوديين هو موعد تحقيق رؤيتنا الطموح الرؤية لو جينا للخصة هي عبارة عن قطارين الأول المشاريع الضخمة نيوم، البحر الأحمر، القدية وغيرها والثاني هو عبارة عن مجموعة من المبادرات والبرامج والأهداف والمستهدفات اللي بتقودها الجهات الحكومية وإحنا هنا في برنامج ضربة خبر نحاول نسلط الضوء على هذه المبادرات ونشوف كيف أنت وإنت تقدر تستفيدوا منها ونعطيكم تفاصيلها ونحكي قصص لناس فعلاً استفادت من هذه المبادرات أنا محمد حكيم وهذا برنامج ضربة خبر واحد من أهم القطاعات اللي ركزت فيها رؤية المملكة عشرين ثلاثين هو قطاع الرياضة ليس كونه رياضة فقط إنما سثمرت وأيضاً كقوة ناعمة بدأت من استقطاب الرياضيين في مجال كرة القدم كيف حصل في تطور هائل في مجال كرة القدم المشاركات المحلية والدولية للمنتخبات في كرة القدم ولكن أيضاً جذب رياضات أخرى واستضافتها في المملكة مثل فورميلا ون ورالي دكار وإذا كاننا نتكلم على السيارات أو استضافة بطولات كبيرة جداً للإبل والهجن واستضافة للخيول والاهتمام هذا لم يتوقف فقط على استضافة بعض البطولات إنما أيضاً مصلنا إلى استضافة بطولات كبيرة جداً مثل كاساسيا في 2027 إلى 2034 باستضافة أكبر بطولة عالمية في كرة القدم متمثلة في كاس العالم لكن هذا الاهتمام ما هو محصور فقط على بعض الرياضيين إنما لأنها رؤية طموحة ولأنها مظلة فغطت كافة الرياضيين وأهم فئة هي فئة دوي الإعاقة وهذا موضوع حلقتنا اليوم استعد أنك اليوم تتعرف على النادي الأولمبي لكن هذا مو زي أي نادي إحنا هنا بنتكلم عن النادي الأولمبي لدوي الإعاقة اللي كثير من أخواننا وإخواتنا من دوي الإعاقة وقدم يتعرفوا عليه كفرصة لتشجيعهم على الانخراط في المجتمع وممارسة الرياضة بطريقتهم الخاصة وكثير من الأهل يدورون عن طريقة ينموا فيها مواهب أولادهم وبناتهم من دوي الإعاقة ويطوروا مهاراتهم البدنية فهل فكرتم في يوم أنكم بعيدين خطوة واحدة من الحصول على ميدالية أولمبية ومن مشاركة عالمية ولكن الأهم هو وين وكيف نبدأ في هذه الخطوة إيش رأيكم؟ ننحن نتعرف على ضيوفنا اليوم وهم أديبة وطلال أديبة وطلال ودهم يتعرفوا على النادي الأولمبي لدوي الإعاقة كيف ينضموا للنادي؟ كيف يختاروا رياضاتهم؟ وإيش الرياضات المناسبة لهم مع إعاقتهم الحركية أو أيا كانت إعاقتهم الأخرى اسمي طلال الحربي عمري 36 الاسم أديبة محمد الاعتعابي العمر 11 سنة نوع الإعاقة شد الأعصاب في الأطراب إعاقة حركية أرغب في التعليم الرياضة وحلمي أصير لاعب في المنتخب الوطني وأشارك في المسابقات العالمية أديبة اللي عندها شد في العصاب في الأطراف ترغب في أنها تنضم للنادي الأولمبي مثل طلال اللي إعاقته الحركية ما وقفت أمام شغفه في الرياضة هما الاثنين عندهم الرغبة الجادة في الانضمام للنادي الأولمبي لذوي الإعاقة وعندها من الجانب الآخر جهة حكومية مهتمة بهذه الفئة العزيزة جدا على قلوبنا وتسعى أنها تطور من مهاراتهم البدنية وطلع طاقتهم الكاملة فطورت النادي الأولمبي الخاص بذوي الإعاقة اللي أديبة وطلال وإنت وإنت من أصدقانا من ذوي الإعاقة ممكن تكونوا من منتسبين ولهذا السبب قابلنا الأستاذ عبد الرحمن الشعلان الرئيس التنفيذي لنادي ذوي الإعاقة حتى يعطينا تصور عام عن النادي ونتعرف على رسالتهما الاستثنائية في توفير الفرص لذوي الإعاقة في ممارسة الرياضات المختلفة بشكل طبيعي وإيش النهج اللي يمشو عليه موسيقى عبد الرحمن محمد عبد الله الشعلان الرئيس التنفيذي لنادي ذوي الإعاقة في منطقة الرياضة نادي ذوي الإعاقة بالرياض يعتبر نادي حكومي يندرج تحت وزارة الرياضة يهتم في ذوي الإعاقة هناك رياضات موزعة على أربع إعاقات في كل الأندية الأندية الرياضية لذوي الإعاقة 16 نادي موزع على المملكة نهتم في إعاقة البصرية وإعاقة الشلل الدماغي والإعاقة الحركية والإعاقة الذهنية هناك رياضات قرابة 13 إلى 14 لعبة موزعة بين الرياضات الجماعية ورياضات فردية منها لعاب القوى والتنس الطاولة ولعبة البوتشيال الشديدية للإعاقة والعاب السلة على الكراسي المتحركة والطائر الجلوس ورفع الأثقال لجميع الإعاقات وكذلك الآن جميع الأندية لندرج تحتها رياضة المرأة لذوات الإعاقة فهمنا الآن أنه عندنا 16 نادي موزعين في أنحاء المملكة وأن الرياضات تتنوع حسب نوع الإعاقة عند المتنسبين له لتصل تقريبا إلى 14 لعبة متنوعة ما بين الألعاب الجماعية والفردية منها ألعاب القوى، تنس الطاولة، رفع الأثقال وغيرها من الألعاب بالأضافة إلى أن أديبة تقدر تحقق حلمه في فريق السيدات في النادي ويغطي النادي أربعة فروع رئيسية واحد الإعاقة الحركية، الإعاقة البصرية، إعاقة الشلل الدماغي، والإعاقة الدهنية ومن هنا كان لازم نعرف إيش هي المميزات اللي يحصل عليها اللاعبين في النادي وإيش أنواع المكافآت اللي يقوم بتقديمها النادي الأولمبي لذوي الإعاقة هناك لائحة مكافآت تعتمد من وزارة الرياضة لللاعبين يحصل اللاعب في حال تحقيق الميدالية للذهبية في بطوة المملكة على مكافأة مالية وكذلك انضمامه للمنتخب وتمثيل المملكة العربية السعودية في محافل دولية وكذلك الألعاب الجمعية يحصلون على كأس الميداليات والمكافآت حسب لائحة المكافآت المعتمدة وكذلك الانضمام إلى المنتخب السعودي في اللعبة التي هو يمارسها هناك صالات مهيئة لذوي الإعاقة من الإعاقة البسيطة إلى الإعاقة الشديدة هناك مدربين أصحاب شهادات عليا يهتمون ببناءنا ذوي الإعاقة كذلك يوفر النادي جميع متطلبات اللاعب وأدوات اللاعب وزي الرياضي كذلك النادي يتكفل بمكافآت الفوز والسفر والعودة ومكان السكن فهذه المميزات كلها لكي يصبح اللاعب بطل يشارك في البطولات الخارجية عندنا الآن أديبة وطلال قدروا يشكلوا تصور جيد عن أنواع الرياضات المتوفرة والتي تتناسب مع وضع كل واحد منه وعرفوا أيضاً إيش المميزات التي قدمها النادي بالوصول الشامل لجميع المرافق وأدوات اللاعبين والسفر والإقامة للمشاركة في البطولات والآن صار الوقت أنهم يتعرفوا وأنتوا أيضاً تتعرفوا على طريقة الانضمام للنادي الذي سيوفر لشبابنا القدرة على الاندماج والتطور البدني وهنا كان مهم أن نعرف عن أكثر وأهم الشروط والمتطلبات للانضمام طريقة الانضمام للنادي يعرض اللاعب أو اللاعبة على المدرب أو المدربة ويقيمه بناء على خامة اللاعب أو جسم اللاعب واختبارات الأداء التي يطبقها المدرب فنحدد للعب المناسبة له قبل هذا كله يعطى استمارة كشف طبي لائق أو غير لائق طبياً وتكون مصدقة من أحدى المستشفيات الحكومية وبعد ذلك يتم تسجيل على بوابة رياضي لكي يمثل منطقة الرياض في مناطق المملكة ويعتبر لاعب تحت منصة وزارة الرياضة بخصوص تسجيل اللاعبين واللعبات لا يوجد هناك شروط بل الدولة رعاها الله مهتمة برياضة المعاقين والمعاقات لا يوجد هناك شروط إنما فقط لطمئنان على سلامة الرياضية لمزاولة الرياضة بأمن وسلامة فقط الأعمار تكون من 13 سنة فما فوق ليس محدد أي عمر ومجرد ما يتقدم للنادي زاول رياضة باهتمام من مدربين ومدربات أصحاب كفاءات بشأن منافسة زملاء الأندية الأخرى ومنافسة كذلك لاعب المنتخبات الأخرى في حال انضمام المنتخب وكذلك تأهيله ليصبح لاعب ويرفع راية الوطن في المحافلة الدولية وكذلك اندماجها في المجتمع زي ما شفنا الموضوع سهل في البداية لازم تقدم الفحص الطبي وبعدها تبدأ تقابل المدرب اللي يعمل لك بعد الاختبارات اللي على أساسها ستحدد لك الرياضة المناسبة لك ومناسبة لرغبتك بعدها تبدأ تدريباتك مع فريقك مباشرة وتكون جاهز لمشاركة معهم في مبارياتهم المحلية أو في المحافل الدولية طبعا أيضا النادي بيعمل لك متابعة طبية وكشف صحي من خلال برنامج صحة مخصص بأشياء مختلفة مثل الفم والأسنان في برامج تبعية صحية وفي تدريب من مختصيين صحيين حتى يعززوا من صحة اللاعبين في الأولمبيات الخاصة وتحسين جودة حياته النادي الأولمبي في أرقام هناك 421 لاعب مسجل في النادي مع 90 مدرب معتمد في 16 نادي حول المملكة حصلوا العام الماضي على المركز الأول في كرة السلة على الكراسي المتحركة وعلى الميدالية الذهبية في كاس الخليج والميدالية الفضية في كاس غرب آسيا وحصول لاعبين ولاعبات المنتخب السعودي على أكثر من 29 ميدالية متنوعة ما بين ذهبية وفضية وبرونزية في عدد من الألعاب الأسيوية ببطولة غرب آسيا وأسياد آسيا في العام الماضي 20-23 أيضاً عندنا اللاعبين عبد الرحمن القرشي والعداء نور الصانع حصلوا على الميداليتين الذهبية في بطولة العالم في باريس أديبة وطلال عندهم مستقبل أن يكونوا واحد من هذول الأبطال اللي ذكرنا قبل شوية إنجازاته لكن عندنا سؤال ومثل أي سؤال بنطرحه في كل حلقة هل هناك شخص استفاد من هذه المبادرة الحكومية؟ اسمحوا لي اليوم أني أعرفكم على قصة نجاحنا زياد زياد بدأ مثل أي منتسب من دويل إعاقة كان يجرب نفسه بأي لعبة تستهوي ويحس نفسه ينتمي لها ما كان في البداية متوقع من نفسه أن يكون واحد من الرياضيين أو حتى أنه يشارك في أي من البطولات فهو دخل فقط في البداية بنية أن يمارس الرياضة ويمارس نشاط بدني ويندمج مع الشباب اللي موجودين في النادي الأولمبي لكن النادي كان له كلام مختلف وكان له كلام ثاني في تغيير مسار حياة زياد كيف ساهم النادي الأولمبي في اكتشار مهاراته وطوره أنه يكون نجم في كرة السلة أسئلة كثيرة ودينا نعرفها عن زياد ومن زياد نفسه أنا اسم زياد عبد الحمان الخالدي العمر 28 سنة طبعاً أنا بديت في البداية أنا معاق من الأولادة طبعاً استمرأت في علاجات تعسين الحالة درست ابتدائي في مدرسة الجميع أم معاقين لما انتقلت المرحة متوسط طبعاً لازم يكون في خلاص دمج مع أشخاص أسوياء طبعاً عانيت في البداية أشكر دعم أبوي وأمي وأهلي اللي خلوني أتكيب مع الناس أسخاص العايدين ما كنت أتصور أني أدرس مع أشخاص عايدين كنت أبغمحات كلها أشخاص معاقين لكن بعد فكرة كسرت الحاجز ودرست مع ناس أسوأ انطلقت مرحة متوسط والثاني وكملت الجامعة الحمد لله مرة كان في تفكيره كله أنه مستحيل أني أصير أنه فيه معاق يلعب مستحيل جيت أول يوم ثاني يوم طبعاً كان أقرب واحد الفرق بيني وبيني في العمر قرابة أكثر من 10 أو 15 سنة فكان صعب عليه أني أتحق معهم جيت يوم يومين ثلاثة وحسيت أنه لا أقدر أسوي لا أقدر فيها تحدي فيها أنه تتحدى عاقتك فيها أنها تعتمد على نفسك أكثر قبل كان فيه اعتماد الأهل شوي رياضة أعلمتك أنه حتى تكون عندك روح رياضية روحك تتغير في الحياة كاملة طبعاً أول ما دخلت النادي كان فكر كله أنه أول شيء لاحظت طبعاً ألعاب قوى فيك معاقي فكان أول ما دخلت النادي كنت أبغى ألعاب قوى جاني رئيس النادي كان في الطايف قال لي تجرب السلة ويجرب على قوى لما دخلت أول تمرين في السلة طبعاً والله ما كنت أوصل ربع الحلق يعني ما كنت الكورة المية ترشع علي بس عبيت اللعب حسيت أنه هذا اللعبة اللي تكون فيها أفضك فيها التحامات فيها لعبة فيها تحدي فخلاص عيت فكرة أني ألعب سلة أول ما بديت في السلة خلاص يوم بعد يوم نتمر زياد زي كثير من اللعبين المنتسبين بدأ في النادي بشغف أنه يريد أن يكسر الخوف من الاندماج مع الأشخاص العاديين كان عنده طموح وإصرار أنه يثابر حتى يحقق حلم ويسعى وراء فرصة تصنع له اسم في نادي كرة السلة لذوي الإعاق اللي ساعدتهم من البداية لحتى وصل أنه يحصل على وظيفة أحلامه زياد حاول زياد جرب زياد ثابر زياد صبر حتى وصل لأول مباراة بسمية يكون أساسي فيها أنا ما كنت أتوقع واحد في مئة أني راح ألعب في بطولات زي كذا ما كنت أتوقع أني أنضم في المنتخب السعودي أكون من حقبة 12 أفضل لاعب أفضل 12 لاعب في المنتخب السعودي بطولات كلها يطلعون 12 لاعب أن تكون من ضمن الـ 12 هذا إنجاز كبير أول بطولة رسمية طبعا مع النادي مع نادي جدا حققنا بطولة الدوري ضد نادي ذو العاقب الرياض وأول بطولة رسمية مع منتخب كاس الخليج 2018 هذه البطولة غالية علينا طبعا لأنها كانت بصعوبات طبعا كنا معسكرين لمدة أكثر من سنة بطولة وراء بطولة معسكر ومع مسكر كنا تيم واحد تيم ور استمرنا أسكرنا قبلها في مصر جينا كويت ناوين ما في لو يلعبوا لعبين في الملعب ناوين البطولة والحمد لله كانت أفضل وأحلى بطولة كاس الخليج 2018 2018 ضد الكويت شعوري بعد تحقيقها بطولة شعور ملخبط يكون طبعا بلعان يجيك بكوت فرح بعدها لم أكنت آمن فيها بس تجيك لأنه تعب التمارين تعب الأيام اللي راحت تعب منسي إذا حققت البطولة منسي طبعا بطولة كاس الخليج اللي حققناها 2018 كان جدا لأننا تبغى تسوي حاجات اللي ما كنت تقدر تسويها يخليك مجتهد أكثر الصبر وزملائه أنهم يكونوا الفريق الفائز بكسر خليج لعام 2018 لكن السؤال المعتاد هو ماذا بعد؟ وإيش بعد ما حصل زياد على هذا الفوز؟ هل خلاص انتهت العلاقة مع النادي؟ لا طبعا الاستفادة التامة من النادي فكر فيها النادي وما غفل عنها وهذا تم من خلال الدمج بين اللجنة الأولمبية العربية السعودية باللجنة البار أولمبية السعودية لتصبح كيان واحد تحت اسم اللجنة الأولمبية والبار أولمبية السعودية وارتفع عدد الاتحادات واللجان والروابط الرياضية إلى 97 اتحاد ولجنة ورابطة رياضية وهذا الشيء سيشجع اللعيبة أكثر أنه يزيد عددهم وأيضا يزيد التصميم والتنافسية حتى يحققوا الأفضل رسالتي الآن لأديبة وطلالة والكل أولياء الأمور اللي بيتابعوني إنهم يدعموا أولادهم ويساعدوهم في الاندماج ومارسة الرياضات المتنوعة المتوفرة في هذا النادي هم عندهم فرصة وعندهم نعمة ويقدروا تتمروها بشكل أكبر زي ما شفنا في قصة زيالة لأنه من الضوير جدا أنه أخواننا وأخواتنا من ذوي العاقة يعرفوا إنهم مهمشين إنما هو جزء مهم جدا من تركيبة المجتمع وأن الدولة مهتمة بأبصف التفاصيل الخاصة حتى توفر لهم حياة طبيعية تتوافق مع حالتهم الطبية بجميع أشكالها وما ننسى دائما الشعار من الرياضة للجميع وأن قدراتهم على الاندماج هو واجب من الطرفين الطرف الحكومي أولا من أدوات الدولة والطرف الآخر هو من الأفراد ذوي الإعاقة نفسهم إنهم يبادروا ويسعوا وما يسهينوا أبدا بقدراتهم والتسجيل الفناني زي ما شفنا جدا بسيط مثل ما ذكرنا كل تحتاجه فحص طبي اختبارات بدنية وبعدها تكون جلسات مع المدرب حتى يختلك الرياضة المناسبة لك وتبدأ رحلتك الرياضية اللي بإذن المولى عز وجل توصل للحصول على الميداليات الذهبية وحظ الكؤوس والمشاركة في المحافل الدولية وبكده وصلنا لهاية الحلقة شكرا أديبة وشكرا طلال وشكرا زياد وشكرا لكل شخص من دوي الإعاقة وشكرا لجميع منسوبية النادي الأولمبي لدوي الإعاقة وإن شاء الله نشوفكم من ألمع وأهم النجوم في جميع الرياضات وترفعوا رأية المملكة العربية السعودية في كل المحافل الدولية ومثل ما قلنا ومثل ما بنختم كل حلقتنا يد الوحدة ما تصفق وحلقة اليوم إثبات أنه شرائح المجتمع كلها بتشارك حتى نوصل برؤيتنا 20-30 للهدف المأمول بإذن المولى عز وجل أشوفكم على خير في حلقة قادمة بإذن المولى عز وجل من دربك خبر